لينضم إلينا للمزيد من التفاصيل والمتابعة من العاصمة اللبنانية بيروت العميد الركن بهاء حلال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية سيد بهاء بعد التحية أولا صباح الخير يعني على ما يبدو بعد هذه الليلة الطويلة الصعبة التي اكتضت بالغارات الإسرائيلية العنيفة مستخدمة الأسلحة والصواريخ الثقيلة على منطقة البسطة تحديدا شارع فتحلة مسقطة العديد من الضحايا والمصابين تحت الأنقاض كما نتابع الآن في الصورة على الهواء مباشرة تأتينا هذه الصورة من لبنان حيث تقوم قوات الحماية المدنية برفع الأنقاض عن الضحايا تحت الأنقاض خلفا لما أحدثه هذا العدوان الإسرائيلي طوال الليلة في رأيك مدى ارتباط وقف إطلاق النار بلبنان بوقف إطلاق النار في غزة وما هي الخسائر التي حضت بها لبنان سياسيا وديبلوماسيا بل وعسكريا أيضا بسبب حالة الشغور في أهم المناصب السياسية في موضوع تحياتي وصباح الخير سيد الكريم لك ولقناتكم الكريمة ولضايشكم الكريم في موضوع ارتباط ما بين وقف إطلاق النار في بيروس في لبنان وقف إطلاق النار في غزة يعني ما زاد إلى اليوم كل بيانات مقاومة التي تصدقها أو تعلنها بعد كل عملية تقوم بها تقول تسناداً لغزة والفلسطيني غزة وبالتالي دفاعاً عن لبنان يعني ما زلنا موجودين في هذا الارتباط إنما موضوع الارتباط في وقف إطلاق النار بين لبنان وبين غزة أنا أعتقد أن العدو الإسرائيلي يعلم أنه في حال تحديداً نتنيا وهذا ما فعله مع هارفشتاين خالياً في حال ذهب باتجاه الموافقة على الورقة الأمريكية وبالتالي على التعديلات اللبنانية التي وضعت على هذه الصرحات هو سيذهب باتجاه وقفة الأقمار على الجمهة اللبنانية وبالتالي سيكون محرجاً باتجاه غزة وباتجاه كل الدول التي أدانت هذه الإبادة السماعية التي يصوم بها وهذا التدمير والصحف الذي يكون فيه في غزة وفي بعض أمارات اللبنانية وسيكون محرجاً في الداخل الإسرائيلي حتى من أجل القيام بصفقة من أجل إعادة أسرار فهو لذلك هو يقوم اليوم بما يقوم به استجابة فقط لنزواته الشخصية وبالتالي نزواته السياسية برئاسته لهذا والنزوات هذا الصيف اليمين الذي يلقى في إسرائيل اليوم الذي يسعى باتجاه تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى وتحديداً وهو ما قاله على لسانه هو لسان وزراء دفاعه الذي تساله من جلنت إلى الوثير الحالي إذ قالوا حينها أن هذه الحرب كانت في غزة أو في لبنان أن هذه الحرب تتغير وجهة الشرط الأوسط لذا هذا العدو يفاوض من أجل أن يفاوض ولا يريد أن يكون هناك لا وقت أصلاقنا ولا وقت عمليات عسكرية ولا يريد حتى أن يعطي هذه الإدارة الديمقراطية شرف أنها أنجزت وقتاً لإصلاقنا هو يقول إذا كنت أعطي شيئاً ما لإدارة الأمريكية فلننتظر إلى عشرين واحد عشرين يناير وبالتالي أعطيها لترامب وأنا أكسب من ترامب لعلي أستطيع أن أكسب توسيع مساحة إسرائيل كما وعده السابقاً وتكون الضفة هي البداية لكن أنا أعلم حتى ولو من تبعات كشله اليوم يذهب يفشل في الميدان يفشل في مدينة الخيام يفشل على المحاول الأخرى في شمع وفي بنت جبال لا يستطيع جيشه أن يحقق ما يريده وبالتالي لا يستطيع أن يثبت أي مركز داخل الأراضي الزبنانية يذهب باتجاه قصر الأحياء الآمنة قصر النازحين قصر مباني ممكن أن تقصفها بأحجار تسقط فهو يثبتها بالأمن أربعة وثنان كي أربعة وثنين وهي ثالث قنبلة وهي تسمى القنبلة المطرقة وهي ثالث قنبلة في تصنيف القنابل الأمريكية وهي ما يتحمل رأساً متفجراً يستطيع أن يشكل هفرة عمقها بـ 35 متر وعرضها بـ 15 متر أنا أعتقد أن العدو الإسرائيلي في هذا الموضوع هو لا يريد أصلاً لا وقت إصلاق نار في ربنان ولا وقت إصلاق نار في غلطة إذن ماذا يريد؟ يعني ماذا يريد نيتنياهو قبل الوصول إلى تسوية قبل الوصول ترامب إلى سدة الحكم في العشرين من يناير ماذا يريد نيتنياهو في الوقت الحالي؟ البارحة العدو الإسرائيلي أدخل عالماً سيولوجياً هو رائد احتراط في الجيش الإسرائيلي إلى قرية لم يستطع أن يسيطر عليها هو وصل إلى أطرافها فحاول جعله يتسلل بهو وبعض العشرين باتجاه أحد المقامات الدينية التي تقدسها الديانة الإسلامية والديانة المستحية مدعياً أن هذا المقام هو مقام يغوزي بالأصل ويريد أن يزرع ذلك الحلم في قرية شمع في لبنان وقد عجلته المقاومة بردها الأسطار والقادر وأفقط في هذا العالم الجيولوجي قتيلاً وحمل دخل واقفاً وعاد إلى إسرائيل أفقياً دخل عمودياً وعاد أفقياً هذا دليل على أن العدو الإسرائيلي يسعى باتجاه تنفيذ ما يدعيه في صفر التحميل هو يذهب باتجاه يقول أن الضفة هي قلب إسرائيل يقول أن دولة إسرائيل لا يمكن أن تكون هي دولة إسرائيل الكبرى بدون يهودا والسامرة وأنا أقول لك لو أن إسرائيل قامت على أرض يهودا والسامرة لم يكن هناك مشاكل في غزة وكانك حترك غزة هو يريد الضفة الغربية ووادي غور الأردن هو يريد أن يدفع الفلسطينيين باتجاه الأردن ويدفع الفلسطينيين غزة باتجاه مصر طبعا الموقف المصري أساسي وممتاز وهو ما فعله جعل القضية تبقى حية القضية الفلسطينية حيث أنه رفض أن يهجر الفلسطينيون إلى صحراء الصين وبالتالي هو يريد أن يدكش الفلسطينيين العرب 48 يدفعهم باتجاه لبنان وهو يريد أيضا جنوب لبنان حتى مهر الأولي هو يعتبر مهر الأولي ووصولا إلى جنوب الليطاني ووصولا إلى حدوده هو هذا حدود الشمالية في إسرائيل هو يريد أن يبدأ أن يستمر في هذه الحرب لعل أنا أعتقد يستمر بها حتى وصول ترامب هو يعتقد أنه سيأخذ من الإسرام ما لم يستطع أن يأخذه من بايدن يعني مع كل ما أعطاه بايدن ومع كل ما أعطته في الدولة العميقة هو يمكن يعني أعتقد أنه يمكن أو يفكر في أن يأخذ من بايدن فرصة على أنه إذا استطاع أن يحتل أو يسيطر على جزء من الجنوب اللبناني ويصل إلى مقطع الليطاني لعله لا ينسحب هذه المرة وهكذا هو يفكر وبالتالي يعلن هذه الحدود الشمالية ويضع مستوطنات هناك منظمة يهودية حاليا تعمل بشكل حماسي وشروف وفعال على وضع أسماء للقرى الجنوب اللبناني باللغة العبرية وتقول يجب أن يكون هناك مستوطنات للعدو الصفيوني داخل الجنوب اللبناني لا يجب أن نتسكل على أشخاص لبنانيين يكونون عملاء كما كان جيش لحد سابقا لذا أنا أعتقد أنه يريد أن يصيد أمد الحرب لا يريد أن ينهي هذه الحرب وكما فعل مع غزة قام بدرب غزة بالعدوان على غزة بقصل المناطق عن بعضها من خلال السرين وفلادلفيا وذهب باتجاه جرهة أخرى ليفتح اشتبال ما الذي يمنع أنه اليوم إذا وصل إلى أهدافه في جنوب اللبناني وهو لم يصل أن يذهب باتجاه جرهة أخرى يكون سوريا مثلا أو العراق ما الذي يمنع لا شيء يمنع حتى يصل مثل ترامب عقوا في عشرين واحد لعله يريد أن يعطيه الضفة أو يعطيه جنوب لبنان أو كما كرس له سيطرته على واحتلاله على الجولان سابقا وكما نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أنا أعتقد أن ما يقوم به طيف اليمين اليوم برأسة نتنياهو هو عملية تغيير يريدون أن يغيروا كل موازين هذا الشرق الأوسط ويحولون إلى الشر الأوسط ليس الشرق الأوسط يريد أن يحولون إلى الشر الأوسط وذلك انطلاقا من تحقيق حلمه الرئيسي ليكون هو الأمبراطور أو داود الآخر أو مانجوريوم الآخر في تحقيق حلم إسرائيل الكبرى الأمبراطورية من الفراض إلى النيل هذا ما يسعى إليه العدو الإسرائيلي لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهد سطنه هناك مقاومة في جنوب لبنان وهناك شعب لبنان وهناك جيش لبنان وما سطر الليلة من ملاحم في المدن الثلاثة في شمع على المحور الغربي وفي بنت جبايل على المحور الأوسط وفي الخيام الملحمة الكبرى واستلينجراد هذا العصر الليلة في الخيام منعت القوات الإسرائيلية من الدخول إلى هذه المدينة وقد صوقت المدينة من ثلاثة جهاز وتركت الممر الشمالي من أجل أن يفر المقاومون لكنهم قاموا بالاشتراك المباشر في الكنائن المتجلة في الصواريخ في الصواريخ الموجهة في الصواريخ الكبيرة الاستراتيجية واستعملوها على مسافات صغيرة وقاموا بصليات الصواريخ المجهزة بالكاميرات وصواريخ المضادة للجروع جمروا جبابات سبكوا بشكل مباشر زرعوا الجمائن تصر العدو الإسرائيلي من ثلاثة جهاز وبقي يقاتل من جهة واحدة اتجاه معتقل الخيام وهو ما زال إلى الآن الاشتراكات مستمرة وما زال المقاومون يقاتلون هذه هي اللغة التي يفهم بها العدو الإسرائيلي لذا أنا أعتقد أن جنوب لبنان ومعركة لبنان طبعا غزة بدأت هذا الموضوع لكن معركة لبنان الآن هي الأساس الذي سيحمي باقي الدول العربية أنا أعتقد أن نتنياهو ينظر إلى نفسه اليوم أنه أمبراطور العصر وهو يريد أن يذهب باتجاه أكثر وأكثر وأكثر خاصة مع ترامب ومع وزرائه الذي انتقاهم واختارهم فهم وهم اليمينيون أكثر وصحيونيون أكثر من نتنياه